موسيقى لبنان الامل الدائم وفيها بعد مغادرة ماكرون هل تنجح جهود تأليف الحكومة سريعا وكيف سيكون شكلها لماذا غابت قضية جورج إبراهيم عبدالله عن المباحثات السياسية مع ماكرون ومن هي المجموعات التي رفعت علما لبنانيا أسودا خلال المواجهات في وسط بيروت بالنهاية في حلم وإن شاء الله من حقه الشيخ محمد رغم مررة الواقع لا مهرب من الامل بأيام طعمها أجمل مساء الخير هادئا سياسيا وأمنيا كان اليوم الأول بعد مغادرة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون للبنان انتهت الاستشارات يبيا غير الملزمة يبدأ التحدي الفعلي في سرعة تأليف الحكومة وتجانس مكوناتها وبرنامج عملها وعلى سيرة البرامج وجداول الأعمال ما زال السؤال يطرح نفسه لماذا تغيب قضية المناضل اللبناني المعتقل في فرنسا جورج إبراهيم عبدالله عن مباحثات الشخصيات الرسمية اللبنانية مع الرئيس الفرنسي وهل تكون الفرصة سانحة لفتح هذا الملف في هذه الأجواء فالتوتر الذي جرى في وسط بيروت هو الآخر يدعو إلى السؤال وتحديدا عن الشعارات المرفوعة والرموز الجديدة كصبغ العلم اللبناني بالسواد وهذه الملفات وسواها سنناقشها اليوم مع ضيفين هنا في الاستوديو بداية مع الكاتب السياسي غسان السعود مساء الخير أستاذ غسان وأيضا نرحب بأسحافي في جديدة الأخبار الأستاذ حسن عليك مساء الخير أستاذ حسن أهلا بكما إذن نبدأ من كلام الرئيس اللبناني ميشيل عون الذي شدد على أن اندفاعة الرئيس ماكرو تجاه لبنان يجب أن تقابل بعزم لبناني صريح مشيرا إلى ضرورة تأليف حكومة قادرة وشفافة في أسرع وقت ممكن للبدء في اتخاذ خطوات إصلاحية فورية عون أكد أن مسؤولية الأطراف السياسية اللبنانية هي الالتزام بدعم هذه الفرصة وإسقاط التنحر السياسي والحسابات الشخصية الضيقة والتوحد خلف برنامج يحظى بدعم دولي أعلن الرئيس المكلف تأليف الحكومة في لبنان مصطفى أديب أن الحكومة المرتقبة يجب أن تكون حكومة اختصاصيين تستعيد ثقة اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي عقب انتهاء الاستشارات النيابية قال أديب أنه سمع أراء وأفكارا تعطي زخما من أجل الإسرائي في عملية التأليف كما أنه يتطلع إلى تعاون مثمر مع المجلس النياب خواسم المشتركة بين اللبنانيين والتي تجمع بينهم هي أكثر بكثير من أي نقاط اختلاف وهذا يؤكد رأيي أن أي نقطة اختلاف ممكن أن تحل بالحوار طالما الإيجابيات أكثر بكثير من السلبيات والمسائل الأساسية التي استحوزت على مجمل الآراء والنقاشات هي السلم الأهلي وضرورة معالجة المشكلات الداهمة الأزمة الاقتصادية والمعيشية والصحية كارثة المرفأ وتداعياتها الإصلاحات البنيوية اقتصاديا وماليا أجدد الترحيب بك أستاذ سانو أستاذ حسن سأبدأ معك من هذه الأجواء من بعد المبادرة الفرنسية اليوم عن منت الأخبار أن البيان الوزاري قد وضعه الرئيس مكرون هل نحن نتحدث عن تسوية ستدوم فقط كما قيل من بعض الأطراف اليوم مثل النائبي للفرزلي أنه ستوصل بالنهاية فيما بعد سعد الحريري أم لا نحن حكومة دائمة للإصلاح والإنقاط هلأ دوت الرئيس للفرزلي عم يحكي أمنيات وهم بما أنه صلوا فترة عم بمصدر لعودة الرئيس سعد الحريري بصراحة هذا الأمر يتوقف على مسألتين المسألة الأولى هي إلى أي حد الولايات المتحدة الأمريكية ستسمح لفرنسا بالاستمرار بمبادرتها وأنه هذه المباررة تنجح هذه من ناحية من ناحية تانية قدرة القوى السياسية اللبنانية التي ستشارك في الحكومة قدرة الائتلاف الحكومة على تنفيذ ما يمليه إمانويل مكرون عليهم وما يزعمون التوافق عليه سواء بأضايا كبيرة أو أضايا صغيرة أو أضايا هي مفروضة تكون بديهية قصة التوقع قديش مدة هذا الاتفاق وأنه هذه الحكومة بتعيش شهر أو شهرين أو ستة شهر أو بتكمل للانتخابات النيابية المقبلة هذا التوقع في غير محله لأنه في كتير متغيرات بالأقليم في كتير متغيرات بالعالم في كتير متغيرات داخلية قد تطيح بأي حكومة وربما تمنع تأليف حكومة كمان نحن معنا نحكي عن شيء مضمون برجع بقول السبب الأول هو مش واضح بعد الوجهة الأمريكية للتصرف رغم أنه الفرنسيين يؤكدون أن الولايات المتحدة الأمريكية منحتهم ما يمكن قوله أو يزعم الفرنسيون أنهم تمكنوا من انتزاع ضوء أخضر فالأمريكي للمضي بهذه المبادرة وتأليف حكومة جامعة إلى حد ما في لبنان لماذا تقول يزعم الفرنسي أستاذ حسن لأن ما يحمله ديفيد شينكر ومقاله للشرق الأوسط يدلل على عدم هذا الرضا على التسوية الفرنسية من قبل الأمريكي اليوم حكي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رجع أعاد تصويب الأمور حكي عن إصلاحات ما يطلبه ماكرون وحكي بنفس الوقت عن ضرورة نزع سلاح حزب الله يعني يعيد ترتيب تنظيم الأولويات صحيح ماكرون ما قال أنه لن يبحث في موضوع سلاح حزب الله ولكن قال أن هذا الأمر مؤجل لثلاثة أشهر ولكن خلاله ثلاثة أشهر نحن بنروح على إجراءات حكومية مرتبطة بإصلاح بمجال الكهرباء بمجال القطاع المصرفي إصلاحات بالدولة حط هذه الأولويات لأنك تتحدث عن هذه الأولويات واليوم هناك كلام أو نقل لمعطيات بما جرى على هذه الطاولة لجريدة الأخبار وما قاله ماكرون ردا على النائب سامي جميل فيما يتعلق بالسلاح ماكرون هو لم يدافع يمكن القول عن حزب الله ولكن قال هذه ليست الأولوية بالنسبة لنا صحيح فسر لنا ما الذي جار تحديدا أستاذ حسن وماذا صدقية الذي نقل يمكن من جريدة الأخبار أنا سأدافع عن حزب الله رغم أنه لديه ممثل الآن على الطاولة مش هيك هو ما قال بهذه الطريقة هو كان عم مرأة كمسحة أنه أنا مش عم دافع عنه نقلت بطريقة شوي عمقول هي نكتل أشبه بنكتل لأه ماكرون بس الفكرة مش هون فكرة الأساسية هي أنه ماكرون يتصرف بواقعية هو لا يريد للبنان أن يدخل في مرحلة الانهيار الشامل بسبب مصالحه بالدرجة الأولى هو ما بده يشوف مئات آلاف اللاجئين عم ينتقلوا من شرق البحر المتوسط إلى أوروبا وإلى فرنسا تحديدا هو يرى لبنان آخر معقل للنفوذ في شرق المتوسط النفوذ الفرنسي في شرق المتوسط هو يرى لبنان فرصة للاستثمار للشركات الفرنسية سواء في المرفأ أو في الاتصالات أو في المصارف أو في الكهرباء أو في عدة مشاريع أخرى يحتاج إليها لبنان هو يرى لبنان ساحة تفوق على النفوذ التركي في شرق المتوسط هو يرى لبنان أيضا نافذة للحوار مع خصومه أو لتعزيز الحوار مع قوة مثل إيران وحزب الله ولاحقا نافذة للعودة إلى سوريا بعد التسوية في سوريا لهذه الأسباب المجتمعه هو لا يريد الانهيار الشامل في لبنان الأمريكي أقل قلقا منه طبعا في عنده كوان عوامل أخرى هي وجود اليونيفل هي أمن إسرائيل كل هذه العوامل المجتمعات تجعل فرنسا أكثر حرصا على الاستقرار في لبنان وتعتبر الاستقرار في لبنان أولوية لها مش عم نقول ما بيناموا الليل إذا كان لبنان غير مستقر ولكن أن نظرتهم للاستقرار في لبنان ليست متطابقة مع نظرت الأمريكي صحيح داخل الجلسة مبارح بأصل الصنوبر حاول سامي جميل ينقل النقاش إلى سلاح حزب الله حاول سمير جعجع ينقل النقاش إلى موضوع انتخابات مبكرة وصار على الأشياء الانتخابات صحيح وسامي جميل كمان هو ماكرون كان مقترح انتخابات مبكرة ولكن لما شاف انه ما فيه جميع على حزب الله مسألوا لماذا تصر على الانتخابات المبكرة كم مقعد سيتغير كما نقلت صحيحة الأخبار صحيح وغير هذه النقطة انه كمان سمير جعجع كان بني ينقل النقاش حول ما سميها هيك بالحرف انه تغيير رئيس الجمهورية أو إسقاط رئيس الجمهورية ولكن هذا ما كان يقصده كمان ماكرون اعتبر انه هيدا مش أولوية الأولوية هلأ هي للإصلاحات الاقتصادية لتغيير اقتصادي في البلد لتنفيذ مشاريع مش تغيير طبيعة النظام الاقتصادي ولكن تغيير النموذج الذي كان معتمدا في لبنان يلي ما له علاقة بالاقتصاد الحر يعني مش هدا ما بحثنا هلأ ولكن الفكرة انه ماكرون اعتبر أن الأولوية هي لتنفيذ هذه المشاريع التي تحمل الصفة الإنقاذية الآخرون يريدون خوض معارك اللي هي المعركة السعودية بالدرجة الأولى والمعركة الأمريكية سعدها بيفصل الآن يمكن الموقف السعودي الأمريكي تحديدا ما الذي يحمله ديفيد شينكر لأنه بطبيعة الحال ليس فقط يحمل ترسيم الحدود البحرية هو دخل على خط التفاوض السياسي وإن كان هناك نوع من غض الطرف بهذه الفترة بتضيع الوقت حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة الأمريكية كما يحلل ولذلك يأخذ الدفع الأكبر أو الاندفاع الأكبر الفرنسي أستاذ أستاذ سعود نحن نتحدث عن سلاسة التكليف بالنسبة لطرح الفرنسي يبدو أن سلاسة التكليف كذلك منسحبة من خلال الاستشارات النيابية اليوم غير الملزمة بعين التيني واضح هذا الشيء كيف نفهم هذه المقاربة الفرنسية التي يمكن بساعات وأيام كل ما كان يدعو إليها مختلف الأطياف أو كل اللبنانيين بشكل مواطن لبناني أتى الفرنسي اللي يحمله وأتى معه يمكن البيان الوزاري له صحيح بس أنا بدي أقول أنه اليوم في فريق الأمريكاني بشكل رئيسي كان معتبر أنه الجوع هو اللي حيقدي لسورة ضد سلاح حزب الله يعني هني اليوم كان كل تسريبات وأنه حكيون أنه خلاصة الجوع وتجويع اللبنانيين حيقدي أنه الناس ينزلوا بالشارع يطالبوا بنزع السلاح حزب الله لأنه هو سبب الجوع يعني هيدا كان اللي عم بيسوقوا كتير لأمريكي أنا برأيي اكتشف مبكرا أنه هيدا الشي لا مش هيك يعني لم تتجه الأمور بهذا التوجه أول شي الجوع مش وارد لأنه بين اتنين في شرق في تركي قريب في عدة محاور بالمنطقة فيها تفوت على الخط هيدا المشروع سقط مشروعهم الثاني لحد موضوع الجوع كان مشروع المجتمع المدني والسوار يعني اللي كنا عم نشوف أنه استثمارهم الثاني بالبلد اللي مبلش من سنتين طيب حد هيدا الاستثمار الأمر كان بامتياز كان فيه أدوات تخريبية سعودية بعدها بالبلد شغالي طيب المشروع الثاني يعني هو المجتمع المدني هيدا المشروع ربح اليوم يعني اليوم باختيار هيدا الشخص رئيس للحكومة بالتداول بحكومة بدون ما نفكر بطلت معطل بنفوذ حزب الله بهذه الحكومة نحن اليوم عم نحكي بالحقائب ما عم نحكي بنفوذ القوة السياسية بهذه الحكومة هذا انتصار كتير كبير للأمريكاني عم بيجيب له إيه اليوم الفرنسي يعني نحن يبطل حسان دياب رئيس حكومة ويجي رئيس حكومة تاني طاه مئاتي على فرنسا على أمريكا ما بنعرف مين هو وما حدا سأل مين هو هذا انتصار اليوم الفرنسي عم بيجيب له إيه كتير كبير عم بيجيب له شي لشنكر الإدارة الأمريكية ما كانت قادرة تجيبه أبدا فنحن أنا بالنسبة إلي الأمريكاني اليوم أكيد مبسوط أكيد مبسوط وأكيد حيفوت يقول شو فيني أخذ أكتر مثل ما حزب الله حيقول أنا اليوم انتصاري هون كيف بدي أخذ أكتر يعني هذا الشي طبيعي بالكوة السياسية وبالتالي واحد ما في حدا يتصرف أنه اليوم ربحان بالعكس اليوم الفرنسي عم بيجيب ربح لأمريكاني واحد اثنين باعتقد اللي جاب رئيس الحكومة وهو اليوم الحكومة هي فعليا رئيس الحكومة يعني ما حدا يضحك علينا أنه في وزارة سوبر وزارة ووزير بالزيد أو وزير بالنائس بيأثر رئاسة الحكومة هي كل شي لما رئاسة الحكومة تقطع بهذه السلاسة أكيد الحكومة قاطعة هلأ بدون يلاقيوا إخراج مشاورات كوة سياسية بيطلع بينزل اللي جايب رئيس الحكومة أكيد جايب مع كل هذه الحكومة بالحد الأدنى يعني اللي اليوم طلع من اجتماع الخليلين مع جبران بيسيل فيه توجه للتسهيل بشكل كامل فيه موقف شبه رسمي من عند تيار الوطن الحر أنه غير متمسك بأي حقيبة واحد اثنين أنه سيمنح الثقة كمان سواء كان ممثل وزاريا أو غير ممثل وزاريا أنا برأيي بهذا الموضوع سعد الحريري حط سقف ما فيه ولا حدا حط سقف واطي لتمثيل الكوة السياسية ما فيه ولا فريق لبناني قدر يطلع فوقه يعني خلاص كلهم حيقبلوا بتنازلات كاملة مثل ما سعد الحريري قبل بتنازل كاملة لأنه حتى ماكرون وضع سقف لهذه المبادرة حينما يقول يعني أنا أضع رصيدي الشخصي والسياسي بهذه المبادرة هو يقول أنا لن أفشل بها وأبلغ ذلك لهؤلاء الأطراف ولذلك يذهبوا بهذه السرعة يمكن إلى التكليف والتأليف بس للك هو ما حيقول هيدا قبل ما يكون أخذ ضمانات من المعنيين أنه هو سينجح يعني هو مش جاي هون أنه يقول أنا أنا بدي أنا عم بلزمون بمستقبل السياسي هو عمل لازم ينعمل قبل ما يحكي كل هيدا الحكي يعني مفروض هكي يكون يعني إذا إذا ما نوعامل هلأ بده يعود بده يرضي وليد جمبلات بمحل وجبران بيسيد بمحل صار هو رهيني عندهم مش أني رهيني عندهم هل لا تبحموني بمواضيعكم الخلافين لا وهو صار يعني للتأكيد على اللي عم بيقوله غسان أنه صار أنه أخذ ضمانات من القوى السياسي يعني مثلا طرح موضوع التيار الوطني الحر التيار الوطني الحر وفق أنه ما تكون وزارة الطاقة معه رغم أنه من 2008 إلى اليوم التيار متمسك بوزارة الطاقة فالتأكيد على اللي عم بيقوله غسان أنه هن الفرنساوية عملوا الوظيفة طبعا الوظيفة المنزلية طبعا أنهن حكيوا مع القوى السياسية وأخذوا مننا تعهدات واتفقوا مع أنهوكي بكون حكومة سياسية في وزارة سياسية حتى لو كان وزنه متقل بالسياسة ولكن ما يكونوا مستفزين هون بس بدي عقب شي أخير بدي إليك اليوم مش بس مجنون معتوه اللي بيحكي المواطنين بسلاح حزب الله يعني هول الأفريقاء السياسيين وغير السياسيين اللي عم يحكوا عن سلاح حزب الله مدري وين عايشين أبدا يعني هول ما عارفين يعني حتى ما فينا نشوفها بين أولويات المواطنين حتى أولويات المواطنين للقوات اللبنانية وأولويات مواطنين للحزب الاشتراكي كلهم خلص كل المواطن اللبناني آخر هموا اليوم موضوع السلاح يعني الشي�리 الأمريكي كان يفكر سيعمل نأمة على الإسلاح. هذا مشروع فيشل بشكل هائد. هذه مرة تانية القاعد بالإدارة الأمريكية في واشنطن. مفتكر فيه يدير الشعوب ويوجه الناس من هو قاعد هناك. مرة تانية يفرجنا عن حماقة رهيبة. فاليوم موضوع الإسلاح طبيعي ماكرون يقوله نسكته. بالحد الأدنى ثلاثة شهر. خلونا نعطي العالم شيء. نرجع نجيبها على الإسلاح. ولا تغيير النظام. ولا الحياة. كل هذه المواضيع. قال هي ليس من أولويات. الأولويات كيفية البحث عن حكومة إنقاذية تنفذ هذه الإصلاحات المطلوبة. وأنا برأيي عم يربح من فوق لتحت بدل ما يربح من تحت لفوق. يعني هو اليوم بدل ما يروح لانتخابات نيابية. هذه الانتخابات تفرس تحول نيابي يسمح لهم لأربعة عشر قدار يزيدوا وزيران. عم بيروح يجيب لهم ثلاثين وزير أو عشرين وزير. يعني عم بيروح يعمل لهم بالسياسي. أكبر ربح فيهم يعملوه. بس من فوق بدل ما يعملوه من تحت. بس. يعني عم بيشقل بكل اللعبة عبر المجتمع المدني بين اثنين. يعني اليوم فيه مجتمع مدني. إذا بنروح لانتخابات بمثل خمسة بالمئة. عشرة بالمئة. عم يجي هو يعطيه رئيس حكومة. عم يجي هو يعطيها لقد تمثيل سياسي كتير كبير. لفتكم أستاذ غسان وأستاذ حسن صوت لأنه اليوم حتى المجتمع المدني. حينما تم انتخاب حسان الدياب. قامت الدنيا ولم تقعد ببداية الانتخاب. أنه هذا الشخص لا يمثلنا إلى حين أن هدأت الأمور ومشت التسوية. اليوم حينما اختير مصطفى أديب ولم نسمع أي صوت حتى من هذا الشارع. على ماذا يدلل ذلك؟ حسنة لتنيناتكم. تفضل. أنا قبل. أنا برأي فيه إشياء أهل غسان بوافق عليها. فيه إشياء ما كثير بوافق عليها. فكرة تصوير مصطفى أديب أنه هو مرشح المجتمع المدني. ولو ما استعمل هذا التعبير غسان. بس يعطي انطباع أنه مصطفى أديب هو مرشح. هو مرشح الرؤساء الحكومات السابقين. وخصوصا نجيب ميقاتي. سعد الحريري أول نجيب ميقاتي. الذي يسمى هو سعد الحريري. هو صحيح كان مع نجيب ميقاتي واشتغل معه نجيب ميقاتي فترات طويلة 12 سنة. بس قدر نسج علاقة منيحة مع الرئيس سعد الحريري. والرئيس سعد الحريري حافظ عليه بموقع لما كان سفير ببرلين. وكان قادر يغيره بعد ما انتخب الرئيس ميشيل عون. لأنه من خارج الملاك. ولكن حافظ عليه الرئيس سعد الحريري. هو لا. أنا صار فيه بين الانقلاب الشامل الذي أراده الأمريكيون بعد 17 20 نصا. نزلت الناس على الشارع. طبيعي الأمريكان شايفوا بهذا الأمر فرصة. حاولوا ياخدوا مسار الأمور إلى مكان آخر. حيث تحقق مصالحهم. نزلوا جماعتهم كمان. حاولوا يستولوا على المشهد. ما قرروا يعملوا الانقلاب اللي حكي عنه غساني. اللي هو تحويل كل الغضب باتجاه حزب الله والمقاومة والسلاح المقاومة. وأن نجحوا جزئيا باتجاه الرئيس ميشيل عون والنائف جبران باسيل وحزب الله أيضا. ولكن بين تحقيق الانقلاب الشامل وبين الخسارة الشاملة في تسوية. هذه التسوية هي تعديل بموازين القوى. مثل كمان ما قال غسان. ما قدروا يروحوا على انتخابات مبكرة. منحاول نعدل بالميزان بميزان التمثيلي داخل مجلس الوزراء. هلأ كمان لأنه غسان أوس رشق. حكي مثلا عن موضوع التلت المعطيل. باعتقد هذه فيه تفاهم ما عليها. أنه بلى فريق ما يسمى فريق تماني آدار والطيار الوطني الحر. بدي يكون عنده على قليلة تلت المعطيل. رئيس الحكومة بدي يكون عنده نص زائد واحد. هذه الأمور مش عمقول فيه تفاهم ورقة مكتوبة عليها. دميا. ولكن فيه تفاهم ضمني حولها. فهيدي أولا. نحن ذهبون إلى حكومة اختصاصيين مطاعمة بالسياسيين. أم مشابهة لحكومة حسان دياب؟ حكومة حسان دياب بلاس. بالآخر مصطفى قديب منو حسان دياب. يشبه حسان دياب. كمان الوزراء هون ما رح يكونوا نسخة عن حكومة. لأنه كانت أكثر تحتسب من لون واحد. اليوم فيه غطاء سياسي من قبل أطراف أحاقين. صحيح. مثل تيار المستقبل والاشتراكي. صحيح. لا. قلتي ليش المجتمع المدني؟ هون أنا بدي أفرق كتير بين الناس اللي نزلت على الشارع وبين الجمعيات يلي هي مرتبطة بأمريكا وبأوروبا وبالأمم المتحدة. ويلي بتتاخد تمويلها من هذيك الجهات. هذي المجموعات تتحرك بالآخر بأوامر سياسية. يعني أنا بظل أضرب هيدا المثل. بعد مصارفي هجمي بطرابلس من فترة واستشهد أحد الشباب برصاص الجيش اللبناني. يوم ما كان فيه هجوم على المصارف من قبل المجموعات اللي عم تنزل على الشارع وعم تنزل تحرق المصارف. حمد السمان. صحيح. الجيش السمان. صحيح. الجيش اللبناني استعمل القوة وأوس واستشهد شاب. يوم ما كان فيه فرصة بين مزدوجين لهيد المجموعات والجمعيات. إنها تستثمر هذا الغضب الموجود بالشارع وتكمل تحركها. وإذا تطلع الأمريكان والأمم المتحدة بيقولوا تضبضبوا بيتضبضبوا. صحيح. هون ضروري كل ما أقول هذه الجملة لازم وضح. أنه أنا ما عم بحكي عن عموم الناس اللي نزلت على الشارع. أنا عم بحكي عن الجهات المرتبطة بأمريكا وبأوروبا والأمم المتحدة. ومعروفين من هن. فهلأ أنا بس شوف أنه الشبيبي هن زيتهم هو. ولو علوا صوتهم على السوشيل ميديا ولكن ما عم يتحركوا جديا بدي يفتش عن ضوء الأخضر أو الأرار الأمريكي الأوروبي والأمم المتحدة. الأمم المتحدة كزيراء على الإدارة الأمريكية يعني. فهو دي شو ما وقفهم حقيقة اللي عم بصير. هيدا بفرجيني أنه هن بدون يعطوا فرصة للمبادرة الأمريكية. لأنه كمان المبادرة الفرنسية. لأنه الأوروبيين كمان بلآخر عندهم هامش بالتعامل مع الأمريكان. هن صحيح تحولوا بالسياسة الدولية بعد الحرب العالمية التانية لجهة تابعة لقطب اسمه أمريكا. ولكن هن مش جهة مش أشبه مستعمرات يعني. تسمحي لي هون تعمل سريع. صحيح أضعف. بس أنه عندهم هامش واسع. وضمن هذا الهامش هن بدون نحفاظ على الاستقرار في لبنان. ومثل ما قال الغسان. لعب دور الوسيق حتى مطلعا. إذا الأمريكاني عاجز أن يروح على انقلاب شامل بالبلد. يعطي فرصة للآخرين أنه كيشوفوا إذا فيكن تحصلوا مكاسب لنا من خلال تسويق. بفرنسي حتى يترجم دوره الدولي. لعب الوساطة ما بين الغرب وإيران. والدليل ما يجرب الاتفاق النووي الإيراني. وكأنه اليوم يعيد بإسقطات مماثلة بكافية التعاطي مع الملف اللبناني. فيمسك زباب المبادرة بشكل وسطي. بإيران أن يلعب دور الوسيق. صحيح. وخصوصا أنه فيه عنده فشل بملفات بالمنطقة مثل ليبيا، سوريا، العراق. يريد موطق قدم وجده يمكن لبنان المكان الأنسب. ولا ننسى أنه اليوم في زيارة لمكرون في بغداد. هذا يربط بنهج فرنسي يبحث عن دور استراتيجي أو دور مكان مالا. ومصالح اتصاديك. بشكل عنوان الأساسي لها. بس أنا بدي أعقب على شيء ينحكي قبل شوي. بدي أقول لك أنا 17-20 بالنسبة إليه إذا بدي أشوف هايك المشهد. تشوف مجموعات كنت أشوفها دايما. الجديد بـ 17-20 واللي عمل من 17-20 حالي أكبر بالنسبة إليه كان وجود الجامعة الياسوعية. يعني انغماس الجامعة الياسوعية بشكل كامل بإدارتها، بمواصفينها، بطلابها، بـ 17-20 كان بالنسبة إليه على الحد الأدنى مؤشر على أنه في شيء كبير عم يتحضر. لأنه هايدي الجامعة ما بتروح لحالة. يعني اليوم الجامعة بارتباطاتها الأوروبية بامتياز المخصة بالسياسي السقفية ما بتقرر تعمل ثورة على رئيس جمهورية بين اتنين بدون ما يكون في محرك قوي كتير للجامعة. أساس 17-20 غير كل المجموعات كان وجود الجامعة الياسوعية، كان وجود مدرسة الجمهور بكل ما خرجته من محامين وأطبة وبين اتنين طبقة وسطة بهذا البلد. سو اليوم أنه هايدي الجامعة تفرمل أنه اليوم السورة محرك دينامو رئيسة كتير بكل المجموعات. إذا بتروحي على كل المجموعات بتشوفي أنه الجمهور والياسوعية هني حاضرين بقوة. سو اليوم هولي يفرملوا ويعطوا بمعزة عن السياسي. كبير شوي لحجم ما ذكرته غساد. لأنه إذا عدنا إلى بدايات 17 تشريد كان في فئات معينة هي مثلا ضد المصارف ضد سياسة المصارف. بالمقابل في أطراف أخرى كانت تهجم بشكل مباشر على هذا النظام. اللي عملت من 17 حالي بالنسبة إليه. مش المجموعات اللي اعتدنا نشوفها بالشارع. يعني أنا الشيوعي وبين اتنين اليسار الديمقراطي. اللي هو نقيده اللي مع المصارف وضد المصارف هول كل وقت شايفينهم بالشارع. هدول كل وقت موجودين بتفاوت. اللي عمل شي جديد هو فوت مجموعة من الطبقة الوسطى بقوة على هذه السورة. اسم كلنا لرادة بمحل. اسمهم الجمهور بمحل. اسمهم اليسوعي. بس هدول كلهم كانوا عامل رئيسي. وهول كلهم ارتباطاتهم السقفية. مش الأمنية بدي أحكي ولا المالية. السقفية مع فرنسا قوية كتير. السفارة الفرنسية سقفيا بدي أرجع قول بتمون عليهم كتير. بعد بدي ضيف هون ما فينا نشوف الحراك الفرنسي دون ما نشوف معه الحراك البطرياركي. يعني إذا كان مكروم ما عم يحكي بسلاح حزب الله. البطرياركي ما بتحكي بسلاح حزب الله بدون حد أدنى من الموافقة الفرنسية. يعني ما ممكن البطرياركي يشتغل دون غطاء فاتيكاني. والفاتيكان اليوم ستنسيق كامل مع فرنسا ومش مع أمريكا. نحن ما فينا ما نشوفهم سوا. هلأ ما عم يتبنى حكي ماكرون إيه ولكن مخليه مبسوط فيه أكيد. الكلام عن موقف البطرياركي هنا أسألك أستاذ حسن. هو مرتبط فقط بالموقف أو هذا الرضا الأوروبي أم بأمريكي حتى سعودي في السربي خصوصا طرح مشروع الحياتية. أنا هون ما بوافقوا بهين نقطة تحديدا لغسان. أنه لا البطرياركي هون هلأ بهاي اللحظة إذا بدنا نسأل إذا أردنا تثقيل النفوذ عند البطرياركي. هلأ الأمريكي والسعودي أولى من الفرنسي. حتى ربطا بالفاتيكان. شفنا إذا نشوف أمريكا اللاتينية دور الفاتيكان سواء بكوبا سواء بفنزويلة سواء بالحوار بين كاراجوا سواء بكولومبيا. فيه شغل جدي عم بصير بين الفاتيكان والولايات المتحدة الأمريكية على تسوية عدد من المشاكل والخلافات والملفات بهذه المنطقة. وبمحلات تانية كمان فيه تنسيق عالي المستوى بين الفاتيكان. حتى بتاريخية البطرياركية المارونية في لبنان إذا كان يستحويق أو من حتى البطرياركي سفير أو اليوم الراعي. فيه تأثير أكثر تاريخيا لفرنسا. ولكن هلأ بهذه اللحظة نتيجة وين راح البطرياركي الراعي ومين هي الشخصيات السياسية التي يسمعها بالفترة الأخيرة. هي أكثر تأثرا بالولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وطبعا فيه دور خاص وجميل دولة الإمارات العربية المتحدة. جميل أصدف فيه شيء تاني. شو يعني جميل؟ فيها دعوة ومش فاضي ألا دعوة. لا يعني بشكل ما يكلفك دعوة ونفهمها نحن والمشاهدين. المشاهدين فهموا عشو أن بقصد. فالفكرة أنه. ترويج للتطبيع؟ لا مش بس ترويج للتطبيع. لا فيه دور آخر يعني فيه دور ببعض الوسائل. وسائل السعودة إذا بتتحدث يمكن وسائل الأقناع بشكل مالي أو مادة. يمكن أكثر بتوليها السعودة. لا عمرون في وسائل الأقناع محددة. لعبت مع بعض الشخصيات. استخدمت مع بعض الشخصيات التي يتأثر بها البطريالك الراعي حاليا. كان للإمارات دور باستخدام وسائل الأقناع المنطقي. فبهذه النقطة تحديدا أنا بخالف غسان بقصة أنه البطريالك يعبر عن ما لا يقوله ماكرون. لا العكس البطريالك عم بحاول يوازن مع ماكرون بهذه اللحظة. بصفته صوت يعبر عن ما يريده الأمريكيون في لبنان. وما تريده السعودية في لبنان. وما تريده الإمارات العربية المتحدة في لبنان. لأنك تتحدث عن الأمريكي. واشنطن تعمل مجرد ذهاب رئيس ماكرون على إرسال ديفيد شينج. بس نقول هم ملاحظة. أكيد ما أصدنا أن ماكرون هو عضو بمحور المقاومة. لا. هو بده تحقيق نفس الأهداف اللي بدأ إياها أمريكا. ولكن وسائلهم اختلفة. ولكن يمكن واشنطن تنطلق من أولوية مصالح إسرائيل. خطط التطبيع. تمرير سحقات القرن. أكثر هذه الأولويات بالنسبة لها. ولكن عمالك بعيد. فرنسا لا يريد انهيار لبنان. وتحقيق يمكن وتوسيع نفوذة بالمنصف انطلاقا من لبنان. لكن تتحدث عن الدور الأمريكي. أيضا سأحاول أن أوزع الأسئلة بشكل مشترك لنتفاعل مع بعضنا البعض. تصريح ديفيد هيل بأنه البلاد المتحدة لا تعترض على مشاركة حزب الله بألا حكومة. يقول شينكر ونحن نعود دائما لمقاله إلى صحيفة الشرق الأوسط وقرأناه اليوم. لقد شارك حزب الله بحكومات عديدة. هو مثل الكثير من القوى السياسية في لبنان. ليس مهتما بالإصلاح. ويفضل الواضع الراهن. ويهتم بالاستمرار بالدفاع عن الإيرانيين. نفهم أن المبادئ هي التي تهمونا بتشكيل الحكومات. هكذا يقول شينكر. هذه التوضيح ضروري ديفيد هيل المرة الماضية ما قال بالحرف أنه هني لا يمانعون مشاركة حزب الله في الحكومة. قال سبق أن تعاوننا مع حكومات. كان حزب الله موجود فيها. وقال سننظر في الأمر مستقبلا في حال كان. هو ما جزم أنه إذا بدك بعده فتح الباب ما بريد يعطي موقف منه. يعني الأمريكي لن يعرق للمبادرة الفرنسية التي رعاها ماكروم. نفهم هكذا بالخلاصة. لحد هلأ ما ظهرت مؤشرات أنه الأمريكي بلش عرقلة المبادرة الفرنسية. حتى نكون دائئين. يعني يمكن بعدين تظهر. يمكن تكون القصة أقرب للي قاله غسان. أنه هني شايفين أنه طالما ما قدرنا نحق انقلاب شامل ونروح على انتخابات نيابية مبكرة. ونعمل ضغط على حزب الله وكذا وتحويل الضغط الشعبي على حزب الله. خلينا نشوف شو فينا نحق مكاسب من خلال تسويمة. لأنه سياسة الضغط القصوة يكلمته. بس هني مشروعهم فيش المئة بالمئة. يعني هو اليوم إذا بده يعرقل هذه التسويلة. شو عنده بديل. هو اليوم عبر إذا بدي أحكي للسعودي مثلا. عنده أدوات تخريبية ولكن فقط تخريب. يعني ما عنده أي. ممكن الصمت السعودي غسان سعود. لأنه نحن نتحدث اليوم عن عدم رضا بهذا الصمت. هذا ما جرى مع حكومة حسان الدياب. واليوم يتكرر مع حكومة غسان الدياب. لو سعودية جازمة بأنه هي عم بتعرقل. كان موقع فؤاد السانيورة بيكون مختلف. يعني هي إذا أنا بدي أنطر الموقف الرسمي. بأعتقد أول حدا كان عبر عنه فؤاد السانيورة. مش بيعبر عنه القوات اللبنانية وتسميتهم لنوات السلام. لا إذا بدي روح لشيها الأد اليوم بتسمية رئيس حكومة. كان قادر فؤاد السانيورة يخرب. يعني اليوم القوات بتعمل استعراض. عم قلتك تخريب. ولكن بناء سعودية ما عندها بناء. هلأ فيها تقول بدي يخرب عليه. بدي يمنعه. فيها تعمل. أصلا عم تعمله. يعني كل وقت. ولكن بأعتقد الصمت اليوم فؤاد السانيورة حكي. يعني هنا أكيد مش مبسوطين. ما حيرحبوا. بس ما حيطلعوا بوج ماكرون. اللي عم بيخد لهم معركة المعارك بليبيا وغير مطارح. واليوم إذا بدنا نشوف اللي حامل السعودية واللي مراد دوليا. لا مش الولايات المتحدة. اللي عم بيخد المعارك طبعا السعودية هي فرنسا. يعني اليوم الأمريكي هو القائد أكيد 100%. ولكن هو القاعد بواشنطن. اليوم الفرنسي اللي عم يعمل صار المعارك بالنيابة عنه. لا السعودية ولا الإمارات. وأنا برأيي لا السعودية ولا الإمارات ماكرون عم بلمهم بالبلد. هذا البلد بتوازناته الداخلية كان التركي. لما السعودية انصحها بالتركي فالت. هلأ فالت بعده بال5%. ما عم قول صرنا 50% أو 60%. ولكن مساحة التركي قادر يتحرك فيها. الفوتي الفرنسية هون هي لمصلحة السعودية 100%. أنه اليوم يشلولون حسان دياب وجيبولون رئيس حكومي بيحكوا معه. ما بدي أقول شيء تاني. طب كما انتصار صحيح أنه ما وصلنا أكيد لانتصار. ولكن عم بلمهم. أفضل مما كان يمكن بالسناريو السابق. عم بلمهم كل ما خربته السعودية. وهون بدي أقول أنه فرنسا شراك وأمريكا عطوا السعودية بال2005 اللي ما بينعطها بالبلد. صحي. عطوهم استثمار مخيف. طب شو عملت فيه السعودية؟ عملت فيه مثل ما عملت بنفطاتها وبخبارها. مثل ما عملت بحرب اليمن. هذا أكبر يمكن دليل على خسارة الأوراق السعودية بالمنطقة. وتراجع هذا النفوذ الذي من ضمنه كان سوريا اليمن وكذلك لبنان. سنكمل الحوار خصوصا أيضا مع معجرة للصحافي جورج مالبرونو. بالأمس كنا نتحدث عنه في مكتب محمد رعد. التوبيخ أته من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. سنبحث أكثر بدلالات ذلك. وخصوصا نتحدث مع صحفيين مخضرمين. مشاهدين الكرام نذهب إلى فاصل قصير. ومن بعده نعود لاستكمال لبنان الأمل الدائم. لا تذهبوا بعيدا لو سمحتوا. من جديد أهلا بكم مشاهدين الكرام في لبنان الأمل الدائم. ونجدد الترحب بضيفين الأستاذ غسان سعود وكذلك حسن علاق. ولكن سنعرض الآن معرضة وسائل الإعلام الفرنسية للفيديو. الذي يظهر توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحافي جورج مالبرونو بالنقد الحاد. بعد نشر مالبرونو مقالا تحدث فيه عن فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين في حال لم ينفذوا المطالب الفرنسية الأخيرة في لبنان. ما قمتم به هو شيء غير مسؤول في ظل حساسية الموضوع وما تعرفونه عن هذا البلد. هي خطوة تدل على عدم المسؤولية حيال مصالح فرنسا وحيال مصالح لبنان. وهو خطير من ناحية مهنية. تعرفون أنني أدافع دائما عن الصحافة والصحافيين. أقولها لكم بكل صراحة ما قمتم به خطير وغير مهني. ويجب أن نوضح كذلك بأن مالبرونو توجه بكلام ما جرى ما بين النائب محمد رعد وماكرون. وكيفية الخطاب الذي تم ويتحدث عن أولويات وأجندات إيرانية بالنسبة لحزب الله نفاه مكتبها محمد رعد. والآن نسمع هذا النقد الحاد من قبل إمانوال ماكرون. كيف نفهم كل ما جرى من تسريب صحافي بالمعنى الصحافي. هل ما سرب والتوبيخ مدروس أم لا؟ هو بالفعل مالبرونو أراد أن يقتنس الفرصة وتمرير رسالة معينة؟ لا مالبرونو اللي حكي عنه بخصوص العقوبات هو للأمانة ما قال أنه فرنسا ستفرض عقوبات على هود الشخصيات اللي تمت تسميتهم. أنه بنات الرئيس والوزير جبران باسيل والرئيس بره والرئيس الحريري. هو نقل عن خبراء اقتصاديين عم ينصحوا أنه عاقبوا هود الشخصيات. بموضوع النائب محمد رعد اللقاء اللي صار بين ماكرون ومحمد رعد. واضح أنه مالبرونو بيلغ كثير بتحميل كلام ماكرون ما لا يحتمل حتى وصلوا نقل كلام لم يقل في هذا الاشتباع. مالبرونو هون بيعبر عن مجموعة داخل الإدارة الفرنسية. هو معروف صلاته كتير قوية بالأجهزة الأمنية الفرنسية والمجموعة من المحافظين بداخل الإدارة الأمريكية. إضافة لعلاقته المميزة كمان هون سيقبت هلا مش حاطين إحتاطة. يعني كمان علاقته مميزة بالإمارات. وهو معروف بمواجهته للدور القطري في فرنسا بخصومته مع يقدم نفسه كخصم لقطر أو بشغله هيك بأدمه. وطبعا ارتباطه الوثيق بداخل الإدارة الفرنسية تحديدا أجهزة استخبارية. فقد يكون مالبرونو عم يعبر عن هذه الأجواء لما كتب ما كتبه. التوبيخ لا ما بعتقد مفتعل. اعتقد أنه لأنه حسب ما بنعرف أنه صار في حكي أقسى من هيك بعيدا عن الكاميرات. بيحق مالبرونو من قبل شخصيات فرنسية ترافق الرئيس الفرنسي. تسماحي لي هون تشغلتين. أنا بس بالفيديو. قبل الفيديو كذلك أنه نحن معلوماتنا تؤكد أنه ماكرون شدد على مدى الإيجابية. وهذا أيضا ورد ببيانة التوضيحة لنائب محمد رعد بمكتبه عن نحتفظ بالكلام أو الشق الإيجابي تحديدا والمجالس بالأمانات كما ذكر البيان. تفضل غسل. أنا أول شيء لفتني الرئيس الفرنسي لما يقول أنه أنت عملت شيء غير مسؤول حيال مصالح فرنسا. تخيلي اليوم لو كل صحافة لبنانة بده يجي رئيس جمهورية أو كائن من كان يقول له أنت شو عم تعمل حيال مصالح لبنان. هو يقال حيال مصالح فرنسا ومصالح لبنان. بس فيه رئيس منطلق من أنه أنت يا صحافة عملك بغض النظر إذا صح أو لا بأول مرحلة مدر بمصالح فرنسا. اليوم هيدا اللبناني اللي دايما بيعتبر أنه جاي من فرنسا بياخد العقل وهني الفهم وهني وهني وهني. شو حس من بعد كال يلي عملته طبقة إعلامية كاملة بمصالح لبنان بش شايفت كيف رئيس فرنسا بيتعامل مع صحافة بموضوع مصالح فرنسا. واحد. اتنين خطير وغير مهنة. نحنا عم نسمع بلبنان رئيس جمهورية عم بيقول لصحافة اللي عملته خطير وغير مهنة. ونحنا عم نشوف أكبر موجة من الخطورة ومن غير المهنية. هذا شيء مش موجود بالبلد. وبدي أرجع قول المنيح بهذا الموضوع أنه رئيس دولي بين اتنين المجتمع المدني والمسقفين اللبنانيين بينظروا له كنموذج يحتزى. طيب هل هني زيتهم إذا عامل هذا الشيء رئيس جمهورية اللبنانية. لو مش معيات عليه. لو باعت عامل دعوة قضائية ضد صحافة لأنه عمل شيء مصص مصالح لبنان. تخيلي اليوم نشرة الأخبار كيف كانت ستبلش. طيب. هلأ أنا ناطر صراحة. قمع للحريات. صحيح. ناطرين اليوم. ناطرين اليوم بالأم تي في و بغير الم تي في. فرجونا مؤدماتهم شو هيكونوا. هذا الشيء ما حيمروء بالنشرة. هذا الشيء أكيد أني ما شفوه. وغيبة حتى الآن بالقنوات المحلية للأسف. هذا المشهد أو هذا الفيديو لم ينتشر كما شرى يمكن بقضية إجراءات قصر بعبدة. بس بنا نفهم شغله. ماكرون لم ينفي مقاله مالبرونو بمقاله؟ ماكرون في اجتماعه مع الوزير جبران باسيل. بمحضر الاجتماع. هو نفى بشكل كامل أي نوع من العقوبات. نفى أي نوع من هذا. وكان كثير حريص أنه يوصل هذه الرسالة كمان للرئيس نبيه بردي. أنه أصلاً ما في حدا بالسياسي يفود بعملية ابتزاز من هذا النوع. يعني ما في حدا بده مبادرته تنجح. بيروح بيبلش بهذه الطريقة. أخصوصاً يمكن ينفع هذا الشيء مع سعد الحريري. يمكن. بس أكيد ما بينفع. لا مع الرئيس ميشيل عون ولا مع الرئيس نبيه بردي. يعني لو هؤلتنين بيبالون العقوبات بأي شكل من الأشكال. كانوا من زمان تغيروا بالسياسي. أكيد هلأ مش نطرين مكرون. لأننا نتحدث عن الإعلام. في قضية أساسية. قضية بعد 36 عاماً لاعتقال المناضل جورج إبراهيم عبدالله. رغم هذه التحركات الرمزية. سامع ما أراد الرئيس مكرون. أظهر التواضع بشوارع الجميزي بعد انفجار المرفأ بالزيارة الماضية. وتكريم اليوم أيقونة ورمز لبنان الست فيروس. ولكن لم يجاوب عن شق وقضية جورج إبراهيم عبدالله. كيف منفهم دولة الحريات. دولة مثل عظيمة مثل فرنسا. يعني تقارب المواضيع التي تهمها. وهنا ما هي مسؤولية الدولة أستاذ حسن عليقبي. متابعة ملف وقضية إلى سنوات. وبشكل مظلوم يتم اعتقاله جورج عبدالله. أنا هنا عندي تحفظ على تعبير دولة الحريات بفرنسا. هكذا يمكن. نسمع تاريخيا ودرسنا ذلك. دولة حريات مؤارنة ببلادنا. كمان في عندهم مثل ما شفنا مالبرونو ساكت. ولا فتح تمه بوجه رئيس دولته. لأنه ما بيسترجي فتح تمه بوجه. هذا بلخص الواقع إذا بدك بين العلاقة. أصلا قصة طويلة عريضة العلاقة بين السلطة والإعلام في فرنسا. والعلاقة بين السلطة والمال والإعلام في فرنسا. والتحولات التي شهدتها الساحة الإعلامية والثقافية الفرنسية. تحديدا بآخر 30 سنة. ولكن اللي عم قولوا بموضوع جورج عبد الله. فرنسا تتصرف دوما. على الأقل منذ العام 2013 لليوم. تتصرف كدولة خاضعة تماما للأوامر الأمريكية والإسرائيلية. نحن صار في عندنا اختراق كبير بالدولة اللبنانية. بملف جورج عبد الله بآخر سنة ونص. من لما رئيس الجمهورية تولى هذا الملف وكلف اللواء عباس إبراهيم بمتابعته وكلف السفير اللبناني بفرنسا ورح زاره لجورج عبد الله بالمعتقال. كان أول مرة السفير لبناني بيروح لعنده. وكان على أساس أنه الزيارة السابقة لمكرون بده يجي فيها على لبنان ويوم تأجل اللي كان مفروض بشباط الماضي. تأجلت بعد 17-20 وبعد الأزمة الداخلية بقال في فرنسا وبعدين إجت كورونا. المهم كان المفروض هذا الأمر ينحكى بين الرئيسين بهذا اللقاء. هلأ بعض الظروف الحالية والمبادرة الفرنسية ما فيه مؤشر وما فيه معلومة أنه نحكى هذا الملف. حكى بهذه القضية. للأسف الدولة اللبنانية ليس بس صديد جورو عبد الله. فيه موقفين آخرين بفرنسا فيه لبنانيين بفرنسا مهددين بالتسليم للويات المتحدة الأمريكية رغم أنه القضاء الفرنسي القضاء الفرنسي فيه منهم برقهم فيه منهم حاكمهم وخلصة محاكماتهم رغم ذلك يريد تسليمهم إلى القضاء الأمريكي صحيح فيه طلب تسليم لأمريكا والقضاء الفرنسي رغم الحكي اللبناني مع الفرنسيين يبدو ميالا إلى تسليمهم للبيات المتحدة الأمريكية وهذا أمر بده استنفار وهذا محارف لأي ناس قلونة حتى يمكن لا هناك اتفاقية بيناتهم لا أتحدث بقضية جورو عبد الله لا يوجد أي مبرر لتركه موقوف تحديدا بعد 2013 خلاص هذا الزلم كان مفروض يظهر وكان فيه تحضيرات بده يجي على البلد فبس أنه هلأ صلوا سبع سنين إضافة على ال 31 سن اللي أضاههم قبل هذا زلم مسجون من دون أي ولا حق يعني كنا نعلم ما الذي طلب منه أن يعتبر عن عمل وصفة بالنسبة لهم عمل تخريبي هذا مش مطلب الفرنسيين هذا مطلب الأمريكي الإسرائيلي وفرنسا هون تعمل كدولة مطيعة لأمريكا بهذه النقطة وهذه وصمة عار حتى لو ماكرون جبلنا الكهرباء بكرة والماء وعملنا مترو بميروت طبعا هو بيكون عم نفذون بشركات فرنسية تجبي أموال من لبنان وعاد بناء المرفأ بشركات في لطخة عار كبرى على جبين الجمهورية الفرنسية اسمها الاستمرار باعتقال جورج عبدالله دولة اللبنانية المطلوب منها حتى لو كنا في عز الفاقة حتى لو كنا في زروة أو في قاع القاع بهذه اللحظة المطلوب بكل لحظة المطلوب من الدولة اللبنانية أن تكون قضية جورج عبدالله أولوي للأسف لأن القوى الأمنية هي التي أقامت الحواجز منعا لوصول المتظاهرين لإيصال هذا الصوت للرئيس الفرنسي إمانوال ماكرون كيف تعقيب لك على هذه القضية أنا بأعتقد جاية الأخبار عملت لجورج عبدالله قد ما لازم ينعمل يمكن أقل شوي عملت قد ما لازم ينعمل حتى ما أقول الزيادة لأنه شو ما عملنا وحال بيضل مؤثر ولكن هي وسيلة العالمية شبه الوحيدة وهي قضياتنا في الميادين يعني أنا منذ أسع سنوات منذ دخولي للقناة أعلم أنه هي أيضا قضية الميادين وبالتالي جاية الأخبار والميادين عملوا الدفوار ولكن اليوم في نقص ولكن لابد من حملة أكبر بكتير لأنه اليوم إذا أنا بعائلتي في خمس أشخاص أنا متابع السياسي بعدي في جورج عبدالله في الأربع التانين ما بيعط في جورج عبدالله فقد ما نعمل بهذا المحل بعض في تقصير أكتر وجزء من الربح المعركي هو أنه تصير معركة رأي عام كبيري فتتني نقطة مهمة جدا ونحن نتحدث عن حرك 17 من تشرين واللي بعض بيربطوه حتى بالأمس الذي جرى بيرفع بعض المجموعات للعلم الأسود خلال المواجهة بوسط بيروت من هي هذه المجموعات؟ أقلي والله أقلي والله أقلي والله أقلي والله خليني أنا بعدين أنت يلا يلا تفضل أنا على السريع بدي أقول لك لما صحافة يكتب مقالك اليوم بيقدر يتوفق بماكسيموم 3 من 7 الكتابة اليومية هي دفور كتير صعب لو أحد ينجح ب4 من 7 بيكون يعني يعني عامل عمي سامي صعب هو المبدع تبع السورات في لبنان السورات المتعاقبة ما قادر يحافظ على إبداعه 4 أيام من أصل 7 فأخر يوم اخترع أول شيء فكرة حلوية ثاني مرة فكرة حلوية آخر شيء طبيعي بده يخترع فكرة ما تكون موفة سأنا بالنسبة إليه اخترع فكرة بريح ما كانت موفة ملفتة للانتباه فقط طبعا لا وقبل يعني فيكم ملفت للانتباه ولكن يبنى عليه هالمره عمل لا يبنى علي واحد اثنين 17-20 لو ما صارت تفجير السؤال الرئيسي وين كانت صارت 17-20 كانت صارت مثل طلعت ريحت تكون حركة كتير حلوية تلاقت مع نبض الشارع بلحظة من اللحظات بده نحلل زبالي ما في لبناني بيعارضه طلعت طلعت ريحت تكون عملت طلعة تاني يوم نزلت لأنه ما في مضمون اللبناني اخر شيء بده مضمون وبده حلول 17-20 عملت طلعة كتير حلوية التناجر الأفواج اخترعوا كتير اشياء حلوين مستنصخين تلتربيعهم ولكن اخر نهار خلصت طب مبارح نحن اليوم امام هذا التفجير طب ذكرى الشهر وين العالم ذكرى الجمعة وين كانوا العالم بكرة ذكرى الشهر وين العالم لأنه ما في مضمون عالم غير عالم كله بلا مضمون لديك نفس المقاربة حسن بما تعلق بهذه المجموعات انا ما شفت مبارح ما بعرف ليش كتير العالم وقفت عندها قصة العالم ومعرف انه بالاخر عالم الوطن والخبرية بس انه ما كتير انا وقفت عندها بس انه هي كمان هون بتلاقي مع غسام بشغلي انه في مجموعات ب كانت ناشطة بعد 17-20 اصرت كل الوقت على القشور على انه المجموعات القشورية فينا نوصفات على تحويل كل التحركات الى فولكلور حتى هي مجموعة رغبوية بالسياسة كل الوقت بتشوف انه بتقرى سياسة من باب رغباتها ما بتقرى سياسة من باب وقائع بتفكر انه اذا نزل ناس على الشارع بتعتبر انه خصومة نهار وتعتبر اذا واحد ما صرح بوجه يعني نهار اذا صرح بوجه يعني نهار ما عمقول عنها هي مشية وتافها وما الى تأثير لا الى تأثير وعم متأثر بالرأي العام ولكن هذه الحركات بتضل يعني فيه فرق كبير بين الحركة اللي بينقام فيها بالشارع وبيكون الى رمزية عالية وتحفر بوجدان الناس وتحطم رمزية الخصوم فرق كتير بين هاي وبان الحركات الفولكلورية وللأسف بلبنان كذلك حسن صحيح نحن نعيش بواقع صعب شدا هناك من يريد ان يضع كل الاحتمالات السلبية تيئيس الشعب اللبناني وبمقابل هناك يمكن الكثير من الرموز الكثير من الدلالات التي تبقيك على امل بهذا الوطن نحن شعارنا لبنان الامل الدائم وسنختم مع شيف احمد وهو طباخ ما زال صامدا بعمله رغم ان قطاع السياحة والخدمات يعد من الاكثر تضررا بلبنان بسبب جائحة كورونا وتدعية انفجار مرفأ بيروت رغم ذلك ما زال الشيف احمد يأمل بان تتحسن الامور بعكس الصحافي حسن عليك فلنتابع من فيق الصبح بكير بنوع بكير عشغلنا لنبلش نحضر لنبلش نضبط امورنا لنستقبل العالم راح بالمؤسس اذا بطل ينتج يعني اخر الشي رح يقعلك انا معاش قادر تسكري هالمؤسسة وبالنهاية انت عارفة حالك واصلي لمطرح انك جاي وتوصل يفي عالباب تعدى بالباب ما في شغل يعني اكتر اشي بتهكلي همو همو ولادك كيف بدون يعيشه للطفل اذا ما عملتيك طفل ما فيك تقيلولو والله اليوم ما في شغل او ما في مصاري هذا طفل بالنهاية بده حقه بدك تعطيه حقه اوه تانكيو شرسامك الحلوة هاي نحلم والاحلام اكيد ما بتموت بس انو شوية عم نكون الواحد عمران بيحكي من حرقة قلبه من ديقته بس بالنهاية في حلم وان شاء الله منحققه يعني احنا منحكي منحكي من حرقة قلب بس بالنهاية يعني ضلنا نعطي امل لأولادنا انو في لبنان رح يكون احسن رح يكون افضل رح نشوف شوية بصيص امل رح يرجع لبنان ان شاء الله يعني دايما بدك تضلك تعطي امل لأولادك مشان ما يربو على الياس اللي هن فيه ولا تحسسهم بالنقص هو مشهد البرجر احلى الشيه شكرا جزيلا لك حسن علاق على امل انه ان القاتل بالمرة المقبلة ويكون في امل بمشهد سياسي مختلف لا انا هون حتى لو كان الوضع كتير صعب وما في شي بيخليك يكون عندك امل بتحسن الاوضاع بالاخر انا من اكيد الناس ما بالا تسمع بشو مقتنع بس بما انه فتحنا السيري تحت الهواء كمان لا فيه مرحلة صعبة لا حد ينكر ذلك هذه مرحلة كتير صعبة وهي الأصعب بتاريخ لبنان وبدنا نواجهها بدنا نصمو غسان انت متفائل انا متفائل دايما كتير ان شاء الله يا رب شكرا جزيلا لك استاذ غسان سعود الكاتب السياسي وكذلك اصحفي في جريدة الاخبار الاستاذ حسن ناعلي وقال هنا نصل الى ختام لبنان الامل الدائم مشاهدين الكرام للمزيد يمكنكم زيارة موقع الميدين على الانترنت باللغتين العربية والاسبانية شكرا لكم وفي امان الله اشتركوا في القناة